مرحبا مواليد برش القوس معكم كارمي شماس كيف بدي يكون الأسبوع من الثانية 13 للأحد 19 شباط فبراير شوفي عنا في هذا الأسبوع هذا الأسبوع هو أسبوع بالنسبة لمواليد برش القوس أسبوع نشيط سريع إيجابي مهم جدا باستثناء يمكن يوم واحد في تقدم هائل هائل عنكم أكتر من خيار وعنكم قدرات كبيرة خاصة الفترة الممتدة بين الثلاثة والسبتية اللي أنا بنظري هي الأكثر حظا خلونا نشوف شوفي عنا الثانين 13 الأول موجود برش العقرب في نقطة كتير ضعيفة بالنسبة لكم في تأخير في عقبات أمور ما بتزبط شعور بالتعب شعور بالقلق فكونوا حذرين يوم الثانين يوم الثانين هو يوم غير مناسب لا للتنقل لا لأعطاء موعيد مهمة أو لا تروح على موعيد مهمة احتمال يكون فيه مشاكل احتمال أنه تتعقد الأمور فرجاء نكونوا جدا حذرين يوم الثانين الثلاثة والأربعة بالمقابل الأمر موجود ببرش كون واعتبر الثلاثة والأربعة من أجمل أجمل أيام في هذا الأسبوع وأيضا في هذا الشهر لا الأمر لأنه موجود ببرشكم بيعطيكم الكلمة الأخيرة يمكن مش الكلمة الأولى لكن القول الأخير لذلك أنتم بتحلوها بيصير مثل ما بدكن على شرط أنه تكونوا وعيين شو عم تعملوا مع مين عم تحكوا وشو قاصدين فيه أمور ما كانت يمكن ماشي حالة إذا اشتغلتوا عليها الثلاثة والأربعة تاخدوا حقكم وحب تمسك لذلك الثلاثة والأربعة هي فترة رائعة جدا وحبي لكم أنه فيه احتمال أنه تكون بداية لصفحة جديدة بداية لصفحة جديدة ومهمة عنكم الخميس والجمعة الأمر ببرش الجدي وجود الأمر في البيت الثاني هو وجود كتير مهم بيساعد موليد ببرش القوس لحتى يكونوا ربحانين لا يوجد سلبيات بالعكس يمكن يكون فيه مجال حتى تكونوا ربحانين تربحوا شيء ما وتكونوا مبسوطين وتكونوا أنتم من الأبراج أو من الأشخاص يلي فعلا تستحق ترباح ميدالية أو تكريم أو تقدير أو يمكن يكون تربحوا شيء ما إذا حد نعم بيحاول يبيعون شيء أو أنتم تبيعوا شيء احتمال تطلعوا أنتم ربحانين من روح ليوم السبت 18 السبت 18 والأحد 19 الأمر موجود ببرش الدلو الأمر موجود ببرش الدلو يوم السبت الأمر الشمس ببرش الدلو يوم الأحد الشمس ببرش الحوت بغض النظر خلني نركز على الأمر الأمر ببرش الدلو هو بالنسبة لكم البيت الثالث يعني بتكونوا تقولوا السبت والأحد همي ركض 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 تأثيرات كتير كبيرة سريعة مهمة بتساعد موالي ببرش القاوس ليلاقوا اللي بدون إيه ليحكوا باللي بدون إيه لينجحوا باللي بدون إيه وأبعتبر هذه الفترة بناءة جدا إذا أنتم بدكم تكونوا بناءين بيشغلكم بيعملكم بيكلامكن لكن انتبهوا على العجلة معقولة تنسوا غراد على العجلة معقولة تبقوا ورا تتأخروا ينسوكن تنسوا تضيعوا سفرتكن مش لأنه فترة سلبية لأنه انتوا على العجلتكن لذلك حضروا كل شيء قبل بوقت بالنسبة للموالي دي اللي بعتبرها أكثر حظا طبعا التأثيرات الحلوة هي من كوكب المشتري هي موالي 30 نوفمبر و1 ديسمبر فترة فعلا رائعة استفيدوا منها بكل هذا الأسبوع لكن لما الأمر يكون ببرشكن هي الفترة الأروع بني أتمنى للشميع أسبوع حلو بنلتقي دايما مع الأبراج اليومية أيضا الشهرية السنوية وما تنسوا التوقعات العالمية يلي بحكي عنا أيضا دايما بعض الأمور يلي عم بتصير عم تتحقق بحسابي على الإنستغرام كارمي شماس إلى اللقاء باي باي ترجمة نانسي قنقر